أكثر من ثلاثة آلاف مدني قتلتهم ميليشيا الإرهاب الحوثية في تعز وأكثر من ستة آلاف وثلاثمائة تسببت بإصابتهم بجروح وإعاقات رقمان ضمن أرقام أخرى أوردها تقرير صادر عن المركز الأمريكي للعدالة التقرير الذي حمل عنوان حصار تعز مأساة إنسانية أكد اختطاف الميليشيا لأربعمائة وسبعة وسبعين مدنيا والإخفاء القسري لتسعة وسبعين آخرين فيما تعرض تسعة وخمسون للتعذيب الوحشي بأشكاله المتعددة مركز العدالة وفي ثنايا توثيقه لما تعرض له المدنيون في تعز خلال تسع سنوات أورد أيضا صورا عن القتل الحوثي بدون فوهات ورصاصات ومنها الخنق الاقتصادي عبر إغلاق الطرق الرئيسية وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة أربعمائة في المائة وارتكاب الميليشيا 31 واقعة لعرقلة القوافل الإغاثية ومصادرة 22 شاحنة لإمدادات غذائية وطبية التقرير الكاشف لإجرام الحوثيين وثق تدميرهم لثلاث وحدات صحية تدميرا كليا والتدمير الجزئي لثلاث مستشفيات واثنين وعشرين مركزا صحيا واثنين وثلاثين وحدة صحية وتوقف خمسة وأربعين مركزا صحيا حال إحدى صورها القاسية وفاة ستة وعشرين مدنيا نتيجة عدم الأكسجين من المستشفيات خلال السنة الأولى من الحصار فضلا عن وفاة أكثر من خمسمائة وأربعين مدنيا بسبب السقوط والحوادث في الطرقات البديلة وإذا كانت الميليشيا مع كل ذلك وغيره قد تسببت بنزوح نحو مائتين وخمسة عشر ألف مواطن كما يؤكد مركز العدالة فإن السؤال يبقى أين العدالة؟ وهل من العدل أن تبقى تعز محاطة بالقتلة؟ أو أن تبقى طرقها مغلقة؟